اشتركوا في القناة المقطع السابع وفاء صديق ركز على العناصر التالية وقم بمصرحة احداث القصة رفقة زملائك شخصية الرئيسية شخصية المساندة وشخصية المعتدية احداث القصة والمشكلة الحل والعبرة من القصة قم بمصرحة القصة احداث القصة عندي مصرحة احداث القصة في الحلول هنا الصياد اركز على العناصر الآتي ثم اقوم بمصرحة الاحداث الصياد الصياد اليوم ساحصل على غنيمة كبيرة بهذا الشرك علي ان انصبه وابتعد قليلا الحمامات يقعن في الشرك في شرك الصياد ويحاولن الخلاص المطوقة يجب ان تكف كل واحدة عن مساعدة نفسها فقط لانه لا حياة لواحدة من دون نجاة الجميع الحمامات وما عسانا نفعل المطوقة نتعاون جميعا ونطير كطائر واحد فربما ينجو بعضنا ببعض الحمامات نحن موافقات المطوقة حسنا عند اشارة اقفزنا قفزة واحدة وطرنا في الفضاء العالي عند اشارة المطوقة قفزنا وطرنا حتى وصلنا إلى حيث الجرذ أو الجرذ المطوقة عمت صباحا ايها الجرذ الحكيم هل لساعتنا من فضلك على قضم هذه الشبكة الجرذ بكل تأكيد ايتها الغالية المطوقة ولكن لدي شرط وحيد الجرذ ما هو عليك ان تبدأ القضم من الجهة التي بها سائر الحمام الجرذ كأنك لا تشفقين على نفسك المطوقة اخاف ان بدأت بجهتي ان تمل وتكسل عن قطع ما بقي فاكون قد خلصت نفسي وتركت صديقاتي وعرفت انك ان بدأت بهن قبلي وكنت انا الاخيرة لن ترضى ان ابقى في الشرك حتى وان تعبت الجرذ هذا ما يزيد من احترامي ومودتي لك الجرذ ينهي قضم الشبكة المطوقة شكرا ايها الصديق المخلص الى اللقاء طيب 80 ثاني استعمل السيغة اكمل الجمل مستعملا السيغة ربما طيب وجهك شاحب ربما انت مريض وجهك شاحب ربما انت مريض غاب زميلي بضعة ايام ربما سافر مع ابيه ربما سافر مع ابيه لم تكلمني امي اليوم ربما هي غاضبة مني ربما هي غاضبة مني افهم النص دع علامة مقبول في اطار الاجابة الصحيحة الصداقة الحق الصداقة الحق قصة حزينة قصة مفرحة قصة تحمل عبرة الصداقة الحق هي قصة تحمل عبرة طيب لم يستقبل سعد مراد لانه خشي عليه من التذلل خشي ان يطلب منه مال لانه خشي عليه من التذلل هذه الاجابة الصحيحة تدل عبارة انها الاعجوبة على امر محتمل الوقوع امر مفاجئ غير منتظر عبارة انها الاعجوبة تدل على امر مفاجئ وغير منتظر امر مفاجئ وغير منتظر طيب ظن مراد ان صديقه تخلى عنه بسبب تنكره له فقره وغنى تخلى عنه بسبب فقره بسبب فقره طيب فهم مراد من شعر سعد بانه هو من ساعده لا يريد ان يشعره بالاهانة لا يريد صداقته طيب لا يريد ان يشعره بالاهانة هذه الاجابة الصحيح لا يريد ان يشعره بالاهانة الحكمة التي تنطبق على النص الصديق وقت الضيق قل لي من تصاحب اقول لك من انت الحكمة التي تنطبق على هذا النص الصديق وقت الضيق الصديق وقت الضيق طيب رحوا التمرين الموالي قواعد النحوي أكمل ملء الجدول بما يناسب سعد ذو قلب كبير الكلمة علامة إعرابيها نوعها سعد ذو قلب كبير كلمة ذو يا لريب الأحمر ذو ذو علامة إعرابيها الواو ذو نوعها اسم من الأسماء الخمسة ذو اسم من الأسماء الخمسة سعد ومراد صديقان كلمة صديقان علامة إعرابيها الألف لماذا؟ لأنه اسم مثنى اسم مثنى طيب يعرف سعد معنى الصداق معنى منصوبة بالفتحة معنى منصوبة بالفتحة اسم قصور أي الفتحة المقدرة على الآلف نوعه اسم قصور لم ينسى ينسى نوع الإعراب حرف حذف حرف العلة أصلها ينسى نوعه فع المعتل فع المضارع معتل الأصدقاء مبتدأ علامة رفعي الضم الظاهرة على آخره نوعه جمع تكسير أخرج الجرذ الحمامات الحمامات مفعول به علامة الإعراب أخرج أخرج الحمامات أخرج الجرذ الحمامات الحمامات الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنف سالم مفعول به منصوب علامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة طيب اختر الإجابة الصحيح الأطفال يستمتعون بسماع الحكايات يستمتعون فع المضارع مرفوع على مترفعه ثبت النون فع المضارع مرفوع على مترفعه ثبت النون ثبت النون لأنه من الأفعال الخمسة هذه الإجابة الصحية يحب الناس ذا ذا مفعول به منصوب الفتحة مفعول به منصوب الألف ذا مفعول به منصوب على منصوب به الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة لم ينهي التلميذ واجبه ينهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة أصلها ينهي بالياء إذن الإجابة الصحيحة هي الثانية الإملاء أتمم بكتابة ألف لينة مناسبة دعا دعا تكتب الألف الممدودة جرى ألف مقصورة عصى ألف ممدودة سهى ألف ممدودة وعى ألف مقصورة كسى ألف ممدودة أولى الأولى ألف مقصورة عفى ألف ممدودة طيب أتعرف على سبب رسم الألف اللينة في الأفعال الأتية دعا المسلم ربه دعا دعا حولها للمضارع يدعو دعات واللي يدعو دعوت أنا دعوت نوع الألف ممدودة طيب قضى في المضارع يقضي معتا الفاعل أنا قضيت قضيت نوع الألف مقصورة ألف مقصورة بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا